احمد رجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بإياك العبد وإياك الاستعين إذن الصغاق المستقيم صغاق الذين أنعمت عليهم قل الموضوب عليهم ولا الضالين إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ذموات من أكمالها وما تحمل من ذا ولا تضع إلا بعلمه ولوما يناديهم أين شركائي قالوا آلمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير فهم أسه الشر ويؤوس الضموط ولئن ذقنا ورحمة منها من بعد ضراء مستنا يقول لها ذاتي وما أغل الساعة قائمة ولئن رجعت إلى أربي إنني عنده للحسن فلننبئن الذين كبروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب العليق فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر بذو دعاء عريق قل رأيتم إن كان من عند الله لما كبرتم بي ونضل من من هو بشقاق معي سنريهم آياتنا بلا باق وبيع حتى يتجل له أنه الحق أولم يكفي بربك أنه وعلى كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله محمن وحيم حميم عن سنطف كذلك يحيط إليك وإلى الليل من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في رب وهو العلي العظيم لكاد السماوات يتبطرن من روقهم والملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويصالرون لمن رض ألا إن الله هو الغبور الرحيم والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حبيب عليم وما أنت علي بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم التمعي لغير بيه بريق للجنة وبريق للسعير ولو شاء الله يجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء لرحمته والظالم لما لهم من ولي ولا نصير فمن تخذوا من دوني أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله ياركم الله ربي عليه توكل وإليه أليم فاطل السماوات والأرض دعا لكم من أمسكم أزوادا ومن الأنعاء أزوادا يذرأكم ليه ليس كم ذلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات ور يصدق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء العليم شرع لكم من الدين ما وصى باللوح والذين أوحينا إليك وما وصل الأخير إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين ولا تتغرق به كبر على المشركين ما تبعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينين وما تبرق إلا من بعد ما جاء أهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أهل المسلم لقضي بينهم وإن الذين أوردوا الكتاب من بعد الذي شك منه الظريب فلذلك فادعوا واستغم كما أمرت ولا تتبع هواهم وقل آمنت بما أنزر الله من كتاب وأمرت لأعدل بيلكم الله ربنا وربكم لها أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه الوصير والدليل يحاجون لله من بعد غسف جرب له حجة لا حجة عند ربه وعليه وضب ولهم علام شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما إدريك لعل الساعة قليل لاستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وأعلمون أنها الحق ألا إن الذين يباروها في الساعة لفي طبال معين الله لطير من عباده ينذق ومن يشاء وهو القبيل العزيز من كان يريد حظ الآخرة نزد له في حظه ومن كان يريد حظ الدنيا نؤتي منها وما لهم إلى آخرة النصيب أم لهم الشركاء شرعوا لهم إلى الدين ما لم ياذب الله ولولا كلمة الوصر يقضي بينهم وإلا الظالمين لهم عذاب نديم فالظالمين مشغلين مما كسبوا وهو واقع ميم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غرضات الجنات لهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو المرض الكبير ذلك الذي يغشق الله العدو والذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم علي أدار لن مودة للقرب ومن يقدر حسنة نذل لها حسنة إن الله وفور وشكور أم يقولون افتر على الله كذبا فإن يشئ إلا ويختم على قلبك وأمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بلا الصدور وهو الذي يقرر توبة عن عباده ويعذو عن السيئات ويعلم ما يبعدون ويستجيب الذين آمنوا وعلم الصالحات ويزيد من رضي ويكارم لهم علام شديد فلو 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 فصل الله رزق لعباده لفر أرض وذلك ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خطير وصير فهو الذي ينزل غير من بعد ما قلطه ويشه رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بثليه ما من دابة وهو على جمعهم إلى يشاء قدير وما أصابكم من مصيرة لما كسبت أيديكم ويحبوا عن كذير وما أنتم محجزين بالأرض وما لكم من دون الله من وليا ولا بصير ومن آياته الجوالي من البحر كذلك علام إن يشاء السكن الرياح ونغلا نراكذ على ظهر إن في ذلك لآيات لكل صبتين شكورين أو يوبغون بما كسبوا ويعبوا عن كذير ويعلم الذين يجادرون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء ومتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجسنون كبائل الإذن والفواحش وإلى ما غضبهم يردون والذين استجابوا لربهم وأقالوا الصلاة وأمرهم شغل بينهم ومما غزقناهم ينذبون والذين إذا أصابهم لغيهم يمتصرون والجزاء سيئة سيئة منه فمن عبا وأصلح ما جرور على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويعبون بنرضي بغير الحق أولئك لهم عذاب نديم ولمن صبر وغضى إن ذلك لمن عزم نمون ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا معد من سبيل فتريهم يعاضون عليها خاشعين من الذين ينظرون من طرل الخبي فقال الذين آمنوا إلا الخاسرين الذين خسلوا أهلهم وأهلهم يوم القيامة ألا إلا الظالمين لعذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل فاستجيبوا لربكم من قبل أن ياتئ يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يوم إذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا لما أرسلناك عليهم حبيبا إن عليك إلا البلاء وإلا إلا أغلب إنسان مننا رحمة فلحبيا وإن تصبهم سيئة لما قدمت يدهم فإن الإنسان كبور من دائم ملك السماوات يخلق ما يشاء لا أغلب من يشاء لا أغلب من يشاء الذكرى أو يذبجه الذكران وإنه لا أغلب من يشاء عقيمة إنه عليم قديم وما كان لبشر أن ينقلمه الله إلا وحياه من وراء حجابه ويرسل رسوله فلحي بإنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أرحينا إليه روحا من أمرنا ما كنت تدرينا الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي لي من نشاء من عبادنا وإنك أتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما بالسماوات وما بالأرض ألا إلى الله تصير نظر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإلا أذيهم من كتاب لدينا لعلي حكيم فأضرق عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسلمين وكما أرسلنا من نبيئ به الأولين وما ياتيهم من نبيئين إلا كانوا به يستهزئون فأهلك ما أشد منهم برشا وما ضهم ذلك الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والله يقول لن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهالا وجعل لكم لي سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدم ما إنشأنا به بلدة ميتا ذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الهيك ولمعام ما تركهون لتستهوا على أوري لما تذكروا نعمة ربكم إن استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لهم قذبون وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكهور مبين أم اتخذ مما يخلق بلات وأصليكم للبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثل الغل وجوس والدوى وكظيم أمين ينشأ للحية وهو بالخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم علم رحمنه ناذا فهشهدوا خلقهم ستكتب شهادة وإسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما حددناه ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما جدناهم كتابا من قبله وهم به مستمسقون فلقالوا إننا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذين مهجدون فكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية منذين إننا قالوا من قبله وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذين مقتدون قلوا ولو جئتكم يا هدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم الله كيف كان عاقبة مكذبين وإذ قال إبراه من أبيه وقومه إنه قراء مما تعبدون إلا الذي وطرني لإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية لعقبه لعلهم يرجعون فلمتعت أولئي وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول ممين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا منزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم للحياة الدنيا ورحنا بعضهم موقع بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخرا من رضاهم ومعالج عليها يظهروا ولبيوتهم أبوابا وسرها عليها لاتكعون وزخروها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عنك بالرحمن نقيض له شيطانا ولو قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيز القرين ولي ينبعكم اليوم إذ ولمتم أنكم بالعذاب مشتركون ألا أنت تصبح الصماء ودرت العمي ومن كان بالضلال مبين فإما لذبن بك فإنا منهم منتقمون أو مرين لك الذي عدناهم وإنا عليهم مقتدلون فاستمسك من الذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه للك لك ولقومك وسوف تسألهم فاسأل من عصلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن غالية يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلهي العرض وبدئين وقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إلههم منها يضحكون وما نريهم من آية الله أكبر بالاختياء وأخذناهم من العذاب لعلهم يرزعون وقالوا يا أيها الساحب ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لم يهتدون فلما كشبنا عنهم العذاب إله ينكنون فالهدئ بالعون لقومه قال يا قوم هل يسهر ملك فصر وهذه الهار تجري من تحتي أما لا تغصرون أما لخير من هذا الذي رمين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسارئة من ذهب أو جاء مع الملائكة مقترين فاستخف قوما وأطاعوه إنهم كانوا قوما باسقين فلما آسفوا ننتقلنا منهم فأو أقلاهم أجمحين وجعلناهم سلما ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم ومثلا لها قوم كمين يصدون وقالوا آليتنا خير نمو ما ضربوه لك إلا جدل بل قوم خصمون إنه إلا عبدنا العمى علي وجعلناه مثلا لكذي إسرائيل ولو نشاء يجعلنا منكم ملائكة من أرض يخلومون وإنه لعلم للساعة وها تمتر النبي واتبعوا لها لا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فلما جاء عيسى بالغينات قال قد جئتكم بالحكمة ولنبين لكم أعطل لتخبره نبي فاتقوا الله وأطيعون إن الله وربي وربكم أعبدون هذا سراط مستقيم فاختلم الأحزاب من بينهم فويل للذين ورموا من عذاب يوم يليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعون فنخلاء يوم لبعض لبعض العدو إنه المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا المسلمين ادخلوا جنة أنتم وأزواجكم تحبرون بضاب عليهم بصحاب من ذهم وأكباب وفيها ما تشتري إلى وسوة لذل العين وأنتم بها خالدون وتلك الجنة التي أورثمها بما كنتم تعملون لكم فيها واكرة كثيرة منها تاكنون إن المجيمين بالعلاب جهنم خالدون لا يبتر عنهم وهم فيه مجلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ولا دويا مالك يقضي عليها ربك قال إنكم ما كذون لقد جناكم من حق ولكن أكرعكم للحق كارمون أم الضربون أم عملنا مجرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سره ونجيهم بلأ ورسلنا لديهم يكتبون وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصبون فذرهم يقضوا ويعقوا حتى يلأقوا لهم هم النذير وعنون وهو الذر للسماوات إلى أمور الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذر له هنق السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه تردعون ولا يملك الذين يلعون من دونه الشباعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون من الله فأنا يوفقون فقيلوا يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصفح عنهم وقل سلام لسألتهم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حديدين والكتاب المدين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مدينين إلا إضاق كل أمر حكيم نمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقين لا إله إلاه يحيي ويمين ربكم ورب آبائكم ملونين بل هو في شك يلعبون أغتق بيوم تأتي السماء وفي دخال مبين يغشى الناس هذا علاب نليم رب نكشف عنا العلامة إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وقالوا عنه وقالوا عنهم مجنون رسول نبيه وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم لسلطان مبين وإني ألت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم كوا منه بأرى حزنون فدعا ربه أن أولئي قوم مجرمون أسرب عبادي ليلة لنكم واتبعون واتركوا الأحرار وإنهم جند مرطون كم تركوا من جنات وعشور وسوح وفقات كريم وعشور يا باكين كذلك فأوردنا قومنا خير أما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من غريب ولقد مجينا بني إسرائيل من العذاب الممين من برعون إنه كان عاليا من المسلمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين رأتيناهم من الآيات ما بالإبلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إني إذا موتتنا الأولى وما نحن من شرين لا تبق آبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوت البحث والدليل من قبلهم أهم أهلكنا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات وبرضهما بينهما لاحلين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الوصر ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مومٍ عن موزٍ شيئاً ولا هم نوصرون إلا والرحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقر بطعام لذيبك البول تغذيب البطن كغذيب حميم خذوا واعتدوا إلى سماء الجحيم ثم صدوا موقع أسيهم على ذي الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين بمقامل مين من جلات وعين يذبسون من سلس وإستغاق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعو نبيها بكل باكهة نامين لا يذبقوا نبيها الموت إلا الموت تلول وقعهم على بل جحيم مطلاً من ربك ذلك هو النوت العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتلكمون أرتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيم الكتاب من الله العزيز الحكيم إن بالسماوات والأرض هآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يغث من دابة آيات لقوم يقنون واختلاب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق ورحيم بالأرض بعد موتها وتصريب الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله لتنوا عليك بالحق فبأي حديث بعد الضالب آياته يرمدون غير لكل أفاك هليم يسمع آيات الزاه تتلع عليه لما يصر مستكبر كأن لم يسمعها تبشر بعذاب ننيم وإلى عجل بآيات ناشينا اتخلا غزوة أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم لهم عذاب عظيم هذا وجه والذين كبروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل ننيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الأنف بأمره ولتبتعوا من رضيه ودعلكم تشكرون وسخر لكم ما بالسماوات وما بالأرض جميعا إن بذلك لآيات لقوم يتبكرون قل للذين آمنوا يغمروا للدين لا يوجدون أيام الله يزي قوما لما كانوا يحسنون لنعمل صالحا ولنفسه ومن ساب علي ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتي إلى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوحة ورزقناهم من الطيبات وغضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من نمك فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فغل بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا به يختلفون ثم جعلناك على شريعة من نور ما اتبعها فلا تتبعها الذين لا يعلمون إن لهم لن يقنوا عنك من الله شيئا وإن الله لبين بعض أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائل للناس بولا ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعبدوا الصالحات سواء محيانا مؤمنات ساء ما لحكم وخلق الله السماوات وغضب الحق ولفده كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون وفرائت من اتخذ إلى أرهنه وعظمه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وسع على بصري غشاوة ومياته من بعد الله أبلا تلك وقالوا ما لي إلا حياة للدنيا لموت ونحيا وما يهدك لا إلا الزر وما لهم بذلك من 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 لا يغلمون وإذا تترع عليهم آيات الأبي لا تما كان حجته إلا قالوا توق لأبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم لما يحييكم لما يزمعكم إلى يوم القيامة العائلة ولكن أكثر اللازل لا يعلمون ولله ملك السماوات ورد ويوم تقوم الساعة يوم إذن يخسر المنطنون وتري كل أمة جالية كل أمة فدعا إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستوسق ما كنتم تعملون فأما الذين آبتوا وعملوا الصالحات غير خلوا ربهم لرحمته ذلك هو الوز المبين وأما الذين كفروا أولم تكن آيات تتبع عليكم السكوات وكنتم قوم المجرمين وإذا قيل إن وعلى الله حقا والساعة لا غير بيا قلتم ما ندري الساعة إلا غل إلا ونر وما نحن مستيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستازنون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيت اللقاء يومكم آلا وما لكم النار وما لكم من ناصرين آيكم بأن لكم اتخذتم آيات الله هزءا وردكم الحياة الدنيا فليهم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء بالسماوات ورب وهو العزيز الحكيم بيدي كتاب للحق تدو ويدي برعي تدو بيدي كتاب للحق تدو